موسيقى الليبرالية نقدر نقول انها مش حركة سياسية نقدر نقول انها فكرة عام حريص على انه يحافظ على حق الفردي في التملك وحقه في الحرية وحقه في التعبير وحقه في التفكير دي بس الليبرالية لكن الليبرالية قادرة على انها تتلون باي شكله وتمتازج مع اي فكر بحيث انها تقول انها الليبرالية اسلامية او الليبرالية اجتماعية او انها تلتصق باي فكر من الافكار عشان تحافظ على قيم المجتمع اللي هي بتعيش فيه عشان كده الليبرالية قادرة انها النهاردة تحكم اكبر عدد من الدول شكل الليبرالية اجتماعية او الليبرالية اسلامية او اي شكل من اشكال الليبرالية النهاردة في برنامجكم الخريطة كلبنا عن الليبرالية لما تكلمنا عن الاشتراكية قلنا ان الاشتراكية هي ان الفرد بيشتغل من اجل الكل والكل في النهاية هو اللي بيضمن لفرد ده معيشة كريمة لكن في الليبرالية نقدر نقول ان الكل من اجل الفرد والفرد ده في النهاية بانتاجه هو اللي بيضمن للكل حياة كريمة الليبرالية واللي جاية من التحرر باللاتينية وجاية من الحرية نظرية قامت على انه حرية الفرد وحقه في الامتلاك والحفاظ على حقوقه في الدستور هو الاساس اللي بتبانى عليه الدولة والحقيقة اذا كنا نتكلم على قماشة واسعة من الافكار في الحركة الاشتراكية والفكر الاشتراكي واذا كنا نتكلم على مساحة واسعة من الافكار في الفكر الاسلامي فحنا حقيقة نتكلم عن اللافكر في الليبرالية يعني ايه اللافكر احنا مش متقايدين بفكر لانه في الليبرالية أصلاً لازم تفصل ما بين الماضي وما بين الحاضر الحاضر وحدة بعيدة جداً عن الماضي ليس الماضي هو اللي بيحكمنا في الحاضر فعشان كده احنا هنحكم نفسنا بنفسنا في الحاضر وننفصل عن قيم الماضي أحد أشكال الليبرالية هي الليبرالية العلمانية يعني بنصحح المفهوم اللي بيقول أن كل الليبراليين علمانيين مش كل الليبراليين علمانيين نقدر نقول أنه في بعض أشكال الليبرالية اللي ارتبطت بأفكار تانية لأن الليبرالية سمحت لهم بذا لأنه ما عندهوش مساحة مقفولة من الأفكار فنشأت الليبرالية إسلامية الليبرالية البنيوية بمعنى أنه حد يكون بيدافع عن المرأة بيدافع عن حقوق المرأة بيدافع المسألة تقدر تربط الليبرالية في كل الأوقات بأفكار تانية فنشأت الليبرالية الاجتماعية والتي بتحكم مساحات كبيرة جدا من العالم في هذه اللحظة يعني إيه الليبرالية الاجتماعية؟ الليبرالية الاجتماعية هي الحديثة على الحفاظ على حقوق الطبقات الأدنى من المجتمع الليبرالية نشأت في الأساس لمواجهة الظلم والقمع اللي مورس في القرن الستاشر والسبعتاشر في أوروبا وفي نهايات القرن الـ 18 في أمريكا بعد حرب الأهلية إبراهام لانكلان بدأ يحط قواعد الليبرالية كحاكم للولايات المتحدة الأمريكية بحيث أن حقوق الأفراد توضع في الدستور هو الأفراد اللي وصلت في الدستور الأمريكي إلى أنه أحد مواده بينص على حق الأفراد في امتلاك السلاح حتى وإن كان امتلاك السلاح ده خطر على الدولة لكن القوانين والممارسة هي اللي تحكم هذا الحق المهم حق الفرض الحقيقة في مساحات الليبرالية الاجتماعية الناس كانت بتتكلم على حرص شديد على حقوق الأقليات وحقوق الفقراء وحقوق الطبقات الدنيا لأنه كان السما الأبرز للليبرالية هي توحش راس المال لأنه في الليبرالية من حقك التملك بشكل مطلق بدون حدود عليا وبدون سقف فتقدر تتملك كل ما تشاء على عكس الاشتراكية زي ما قلنا الاشتراكية اللي بتسمحش للأفراد بتملك وسائل الإنتاج وأنه وسائل الإنتاج لابد أنها تكون ملكة للدولة على عكس من هذا تماما في الليبرالية بنقول الليبرالية بتسمح للأفراد بتملك وسائل الإنتاج بدون سقف فتوحش راس المال وبدأ يستخدم النفوذ المبنى على المال في السلطة وفي إدارة شؤون الدولة ولأن راس المال توحش بالشكل ده فنشأت الليبرالية الاجتماعية لموجهة هذه المشكلة دايما فيه تطور في الأفكار دايما فيه تطور في الأفكار عشان مصلحة الإنسان ودايما بتنشأ العيوب في الأفكار نتاج الممارسة ده اللي بنأكد عليه من تاني أنه نتاج الممارسة ونتاج الظروف ونتاج قيادات الفكر والحركة بتنشأ العيوب معالجة العيوب اللي نشأت من الليبرالية بدأت بمسجهها بمجموعة من الأفكار زي ما حكينا فبدأت الليبراليين في العالم الإسلامي يقولوا إحنا جزء مننا لبرالي إسلامي عشان يعالج المشكلة اللي بدأت تنشأ من التحرر الزيدي اللي مش متماسق أو مش متافق مع المجتمع الإسلامي الليبراليين في الأماكن اللي كان فيها فؤرة بدأوا يعالجوا هذه المشكلة بالالتصاق بنظرية اجتماعية للحفاظ على حقوق الفقراء والطبقات الأدنى في الأماكن اللي كان فيها اللي نشأت عيوب مبنية على القومية بدأوا يتكلموا عن الليبرالية قومية طول ما في عيوب بتنشأ بيحاول الليبراليين المسج ما بين فكرهم المبني على التحرر وفكر آخر يحافظ على قيم المجتمع اللي عايشين فيه وعشان كده بقى الأسكى بقى النظام الأسكى والمنظومة الأسكى في حكم الدول هي الليبرالية الاجتماعية لقدرتها على التلون بشكل نقدر نقول ما يزعلوش مننا زي الحربية بس ده ساعدهم في بداية الفكرة ده كان كلامنا عن الليبرالية والى حلقة أخرى أخيرة إن شاء الله اشتركوا في القناة